ينضم إلينا الآن من أربيل المحلل السياسي محمد القيسي أهلا بك أستاذ محمد أستاذ ابن محمد إذن كما أشار التقرير كيف يمكن للحكومة البركزية في بغداد أن تستغل العلاقة الجيدة التي تربط بين إقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية أتحدث هنا خصوصا حول الاتفاق عن خروج القوات الأمريكية من البلاد أو تخفض وجودها تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الفلوج الكرام الحقيقة بطبيعة الحال نستطيع من خلال استقراء التمثيل العراقي في مؤتمر دافوس نستطيع بطبيعة الحال أن نؤكد أن هناك محاولة دبلوماسية من قبل بغداد وبذاتها من قبل أقليم كردستان لزرع نوع من التطمينات داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بأدق مسألتين حساستين تقلق واشنطن تجاه تعامله مع بغداد بشكل عام وأربيل وهما مسألتان الوجود الأمريكي في العراق والتعامل المستقبلي للعراق مع واشنطن وبضمنه أقصد تحديدا أيضا الجانب الاقتصادي طيب سيد محمد وأستطيع هنا أن أؤكد بأنه على مستوى بغداد اسمح لي هنا السيد برهم صالح رئيس الجمهورية أكد على إصال رسالة مهمة للجانب الأمريكي وهي أن دعوات البرلمان العراقي في إخراج القوات الأمريكية ما هي إلا رد فعل طبيعي على اختراق سيادة العراق كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تترجم هذه الرسالة من خلال وجودها على الأرض في العراق نعم الأمور كانت واضحة جدا في لقاء ترامب بسيد برهم صالح بحيث أنه نعم أن السيد رئيس الجمهورية برهم صالح كان دبلوماسيا أكثر من كونه سياسيا وقد نجح فعلا في زرع تطمينات داخل نفس ترامب فيما يتعلق بهذه المسألة بدليل أنه كل الطرفان أكد بشكل واضح وصريح على أهمية أو ضرورة الاحتفاظ بالشراكة الأمنية أولا والاقتصادية ثانية ما بين بغداد وواشنطن وهذا مؤشر واضح أفهمه بطبيعة الحال كرجل مختص بالشؤون الستراتيجية أفهمه بأنه رسالة من واشنطن مباشرة إلى بغداد تفيد بضرورة إعادة استدراك لموقف بغداد وتحديدا مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة تواجد قوات الأمريكية في العراق ضمن قواعدة الأسكرية متشرة والنقطة الثانية هي رسالة واضحة من ترامب مضمونها ضرورة إعادة التفكير مليا بتلك الاتفاقية التي يطلع إليها العراق مع الصين بقياسة بعلاقة بغداد مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي من المستحيل أن تسمح الولايات المتحدة الميكيلي هذه الاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى أن تسري في مسار مع بغداد بمعزل عن تطلعات واشنطن لمصالها اقتصادية في العراق سيد محمد النقطتين الأخيرتين التي أشرت إليهما هل هما ما يفسر اعتزام مجارة الدفاع الأمريكية نشر منظومة دفاع جوية جديدة في العراق برأيك؟ نعم هذا إجراء تكميلي تكتيكي استكمالا لمنظومة التوجه الاستراتيجي الأمريكي للعراق الإدارة الاستراتيجية هناك الإدارة الأمريكية أمام استراتيجية ليست فقط في التعامل مع العراق بل في المنطقة بالأوسع تتركز هذه الاستراتيجية على نقاط مهمة أحد أهم هذه النقاط هو زيادة الوجود العسكري الأمريكي في العراق وفي دول منطقة نحن أمام إعادة هيكلة انتشار أمريكي في العراق وأنا أعتقد بين الأيام المقبلة لن نشر فقط منظومات عسكرية بل سنشر قوات أمريكية إضافية في العراق وإعادة تمركز بشكل أوسع في العراق ضمن ما يفكر فيه مدرك صانع القارن أمريكي باتجاه العراق وضرورة توظيف العراق فيما يصب بمصدحة الاستراتيجية الأمريكية في العموم في منطقة الخليج العربي وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط طيب سيد محمد على هامش لقاءات مؤتمر دافوس أيضا نلتقى رئيس الجمهورية مع رئيس حلف الناتو يينس ستولتنبرغ اليوم باشرت قوات التحالف الدولي طلعتها الجوية بعد توقفها لثلاثة أسابيع هل يشي ذلك باتفاق جديد ربما دار في الكواليس بين بغداد وبين التحالف الدولي حول طبيعة التواجد في البلاد نعم حتى في هذه النقطة هناك تنسيق استراتيجي عالي المستوى ما بين بغداد والجهات الأمنية هناك وما بين حلف الناتو حلف الناتو يقوم بدور مهم في العراق حقيقة فيما يتعلق بالتنسيق الاستخباراتي والأمني وحتى على مستوى التدريب يعني تدريب عالي المستوى لضباط عراقيين ومشورات عسكرية فيما يتعلق على سبيل المثال بالتنسيق ضمن منظومة التحالف الدولي لمكافحة أو لمحاربة إرهاب داعش ليس فقط من 2014 لا بل في وقت سابق له كان حلف الناتو لاعب دورا كبيرا في ذلك حتى على مستوى الكليات الأمنية الخاصة بتخارج ضباط الجيش العراقي الكرام هناك مدربين وهناك أساتذة وهناك مستشارين عائدين لحلف الناتو تحديدا يتولون هذه الأمور اللوجستية ضمن إطار الأمور الاستراتيجية العامة وهي ذلك الترابط الاستراتيجي الوثيق ما بين مؤسات الأمنية العراقية وما بين منظمة حلف الناتو سيد محمد ولهذا كان هذا التأكيد على ممارسة هذا الدور تزامنا مع ممارسة أو إعادة تنشيط دور القوات الأمنية في مكافحة طيب مجمل هذه الرسائل سيد محمد كيف تعتقد أن الجانب العراقي داخليا سيستقبلها خصوصا مع استمرار الدعوات بخروج القوات الأجنبية من البلاد كيف ستتصرف الحكومة المركزية إذا جميع هذه الرسائل نعم حتى يكون موضوعي في الطرح حقيقة الداخل العراقي هو لا يحظى بموقف واحد ثابت الداخل العراقي هو متباين في موقفه وهذا ما وضحه حتى السيد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو عندما قال أن المسؤولين العراقيون يصرحون شيء في العلن وعندما يتقون مع المسؤولين الأمريكان يصرحون شيء آخر في الخفاء هذا مؤشر أنه ليس هناك موقف سياسي ثابت لسياسي العراق خصوصا عندما يتعاملون مع واشنطن هذا جانب جانب آخر على مستوى الداخل العراق يعني يفتقل إلى قدرات كثيرة وبحاجة إلى أن يكون هناك تنسيق مع دول مهمة كرويات المتحدة أو روسيا أو دول أخرى للاستفادة من قدرات هذه الدول بما يحفظ سيادة وكرامة العراق لا بأس أن يكون هناك حتى على مستوى الداخل العراقي الأصغر العراق حقيقة يعني مع الأسف الشديد كانه بلد وليد الأزمات أزمة للأزمة أزمة للأزمة مع انشطار سياسي واضح ويؤثر بشيء كبير على مجمل بنية جسد العراقي سياسيا وقتصاديا واجتماعيا وما إلى ذلك يعني على مستوى الفساد العراق يحتل المرتبة 168 من مجمل 180 على مستوى العالم على مستوى التعليم العراق خارج التصنيف العالمي للجامعات الذي يظرع منتدفوس حقيقة على مستوى السلام العراق يحتل المرتبة 162 من مجمل 159 من مجمل 163 دولة على مستوى جواز السفر العراق تذيل القائمة العالمية هو وأفغانستان بينما اليابان وسنغافور يحتلون مرات المتقدمة العراق بحاجة للصاح سياسي اقتصادي اجتماعي فاعل يعيد رونقه نعم انتهى وقتنا أستاذ العروم السياسية محمد القيسي كنت معنا من أربير أشكرك جزيل الشكر